يمكن النهاردة الحقيقة القرار للطعن حياتكم عارفين أنه النهاردة دائرة الموضوع من المحكمة الإدرية العالية كان مفترض النهاردة هتقرر الطعن فيه اللي تقدم به النادي الأهلي النهاردة وتأجل يوم 28 فبراير للحكم في طعناية الحكومة والنادي الأهلي على حل مجلس الإدارة 28 للقرار مباشرة والمهندس محمود طهر حيات يمكن كان فيه اتصالات كثيرة جدا رئيس نادلالي طبعا كان فيه اتصالات كثيرة جدا مع المهندس خدب عزيز المعالي وزير الشباب والرياضة الفترة اللي فاتت اللي قرر النهاردة تعيين مجلس النادي الأهلي زي ما هو يعني نفس المجلس المهندس محمود طهر رئيس مجلس دكتور أحمد سعيد نائب رئيس المجلس الأستاذ كامل زاهر أمين السندوق طبعا الأعضاء الأستاذ محمد عبوهاب الكابتن طهر الشيخ سبريم كفراوي يشام العمري عمد وحيد ما احتفظنا بالألقاب مهند مجدي مروان هشام ومحمد جمال هليل هناك بعض الأخبار اللي بتقولوا ان فيه البعض من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي زي دكتور أحمد سعيد السيد هشام العمري إبراهيم كفراوي هشام محمد جمال يمكن دول اللي بيعترضوا شوية على قرار التعيين هنشوف الفترة اللي جاية ولكن خلينا نروح لتقريرنا النهاردة ونشوف من المحكمة وكمان السادة المحامين الأستاذ حمد عطريس والمحامي النادي الأهلي ونشوف ايه اللي تم النهاردة في المحكمة ونرجع نكمل مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الحمد لله النهاردة المحكمة سمعت الأطراف كلها وسمعت لمحامي النادي الأهلي لنا أحدهم وانتقوا بعد بالولايات وخدت وقت طويل جدا خلقت حجز الطعن الحكم 28 اثنين ونأمل خير للنادي الأهلي والوقتي خلاص الخلاص يعني وصلنا لمرحلة النهائي قرر الطرف الآخر الأطراف منه واحد متهم في جناية السرقة يعني عملية برضو محل نظر فقدموا رد دائرة الفحص النهاردة أقدموا رد مرتين عن خصمين موجودين في الطعن والمحكمة نظرت له بسألتهم أسئلة كتيرة بالنسبة لأسباب ايه مش عارفين بيكلموا كلام غير متزن وغير سليم لكن أهم كان ده قرار المحكمة خلينا معترفين أن النادي الأهلي ده قلع عريضة وكبيرة ومن أكبر الأندية في العالم أنه النهاردة لما أجي أجمد أرصدته فيه ثلاث فروع أصيب لهذا التجميد كافة إدارات النادي وكافة أنشطة النادي النادي فيه مدربين أجانب ومحليين بعض الموظفين ألاف من الموظفين النهاردة لما أنا أجمد أرصدت النادي أنا خرجت من الدعوة إلى خصومة من خصومة داخل المحاكم إلى انتقام شخصي انتقام شخصي والله إحنا حضرنا النهاردة وأثبتنا حضورنا وأثبتنا حضورنا وكان لنا الطلب برد الهيئة المؤكرة وقرار كان آخر الجلسة زي ما سمعته أن القضية اتحجزت الحكم باللطء بالحكم 28-2 ومذاكرات في أسبوعين وما نلاشت عليك على أي حاجة القضية لم تؤجل ولكن هناك قرار بحجز الدعوة للحكم اليوم 28-2 بس المحكمة في حوزة القضية اليوم في حوزة المحكمة هي وشأنها طبعا المحكمة رأيت أن يكون الحكم يوم 28 مع مذكرات في أسبوعين حسب قرارها فما نقدرش نتكلم على قرار المحكمة لا نستطيع الحديث عن قرار المحكمة ترجمة نانسي قنقر يمكن ده تقرير المحكمة النهاردة محكمة الطعن النهاردة وتأجيل القرار ليوم 24 يوم 28 فبراير القادم هنشوف إيه لها يحصل تجميد أرصية الناد الأهلي ولكن أعتقد بقرار معالي وزير الشبابة ورياضة النهاردة بتعيين نفس المجلس بيحل أزمة كبيرة جدا وكمان بيحل أزمة لمجلس إدارة الناد الأهلي ومشكلة المرتبات وأعتقد أنها تحل هذه المشكلة لأنه المجلس تم تعيينه مرة أخرى يمكن الأسماء اللي قلت لحضراتكو عليها دكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي هشام العمري مروان هشام عماد وحيد هذه الأسماء الأربعة يمكن الكلام اللي بيدور داخل أرواقة الناد الأهلي انهم معترضين شوية على التعيين ولكن عايزة أقول لحضراتكو أنه بشكل قانوني يكفي المهندس خالد أبعزيز تعيين ست أعضاء فقط من 11 عضو للناد الأهلي وبالتالي ما فيش مشكلة حتى لو اعترض بعض الأعضاء ولكن ما فيش مشكلة على الإطلاق لأنه النصاب القانوني يستوجب ست أعضاء فقط وبالتالي ما فيش أزمة كبيرة هتواجه هذا القرار بتعيين نفس المجلس مرة أخرى ولكن أتمنى التوافق يعني أتمنى أنه بيبقاش كل حاجة داخل الناد الأهلي فيه انقسام حتى هذا الموضوع يعني مشكلة وضع فيها مجلس صدارة الناد الأهلي بغير زنب الحقيقة أو بدون زنب مجلس صدارة الناد الأهلي نجح فيه هذه الانتخابات عن نزاهة كاملة ما كانش عنده أي مشكلة على الإطلاق ولكن المشكلة صدرت من أخطاء فيه يعني فيه أمور أخرى بعيدة عن مجلس الإدارة وبالتالي هتم حل المجلس وبالتالي ما عندهمش مشكلة أتمنى أنه يعني طالما الموضوع بعيدا عن مجلس الإدارة يبقى ما فيش مشكلة يعني بلاش الانقسام في كل شيء على الأقل يتم التوافق في هذه المرحلة ويكملوا لصالح النادي الأهلي الفترة القادمة أعزوه لحضراتكم بعض الأخبار السريعة أنه فترة توقف دي الانضمام عشر لعبين طبعا فتوقف للدوري لمباراة منتخب مصر إن شاء الله الأردن وليبيا في الفترة القادمة فتوقف النادي الأهلي حاول يقيم فيها مباراة ودية كابتن عبيريز أب شافح يكمل الفترة دي يمكن كان مجلس إدارة نادي الأهلي منتظر قرار الطعن النهاردة علشان يابدته فيه قرار المدير الفني القادم للنادي الأهلي اللي انضم ليه النهاردة مرات يكين مدرب نادي بازل واللي كان متولد لإدارة الفني النادي بازل من 2012 ل2014 وحصل فيه على الدوري مراتين مرات يكين درب محمد صلاح درب محمد النيني وبالتالي يمكن عارف شوية طبيعة اللعب المصري اسمه طرح في الفترة القادمة للنادي الأهلي بجانب أسماء كتيرة جدا مرات يكين بجانب نهو درب بازل درب كمان سبارتك موسكو الروسي في أسماء كتيرة جدا زي ما حالكوا عارفين قلناها قبل كده ريناردو فريرا وفيرا وكابتن حسام البادري وأسماء كتيرة جدا قلت لحضراتكم أن الأقرب بعد كل هذه الأمور إذا لم يستطيع النادي الأهلي التعاقد مع مدير فني لو سيرة ذاتية قوية جدا حيكون الاستقرار على كابتن حسام البادري الفترة القادمة ولكن الفترة دي حيستمر الكابتن معيز عبد شافي بعد طبعا نفوس مبراتين مهمين جدا جدا لنادي الأهلي الفترة لفاتت الإسماعيلي والاتحاد السكنداري يمكن كان فيه كلام على الجهاز الفني الجديد سواء مع مدير فني مصري كابتن حسام البادري لو تولى المسؤولية أو مع مدير فني أجنبي آخر كان مطروح كابتن هاني رمزي ولكن كابتن عبد العزيز عبد الشافي هناك اتجاه إلى وجود كابتن عبد العظيم ويبقى موجود فيه الجهاز في الفترة القادمة ولن يتم الاستغناء عنه السلية في التدريبات بعد فترة راحة شوية للزواج طبعا يعني إن شاء الله ربنا تمامله على خير ياخد فترة راحة تقريبا من خمس إلى أسبوع خمس أيام أولا أسبوع ثم يعود للنادي الأهلي مرة أخرى يفون وصالح جمعة في الفترة العلاجية أعتقد أنهم هيلحقوا المباراة القادمة يمكن وليد سليمان شوية مش هيدر لسه في مرحلة استشفاء شوية أعتقد أنه لسه مش هيلحق المباراة القادمة أمام بعد طبعا فترة التواقف دي يمكن كان فيه كلام على أحمد عبدالزاهر أنه ينتخل لأمبي ولكن توقفت الصفقة دي بناء على رغبة النادي الأهلي لأنه أمبي بيرغب فيه ضم أحمد عبدالزاهر وضمه إلى القايمة الأفريقية وبالتالي النادي الأهلي بيعترض على ده لأنه عبدالزاهر لإعارة لنادي أمبي وممكن النادي الأهلي ما يعرفش بعد كده لو رجع أحمد عبدالزاهر ما يدرش يضمه مرة تانية للقايمة الأفريقية وبالتالي فيه اتجاه لانضمامه إلى ودي دجلة بعد العرض اللي قدم للنادي الأهلي سعد ابن الحفيز بيقول أن عماد متعب ما فيش مشكلة خالص والراجل ما اعتردش ما حصلش منه أي تجاوز ولا خروج عن النص مجرد أنه الراجل زعل أنه خرج من المباراة اتغير ودي حاجة داخلية بين الجهاز الفني وبين عماد متعب وبالتالي ما فيش أزمة ستؤثر على عماد متعب الفترة اللي جاية خلييني أطلع لفصل يعني فقراتنا اللي حياة النهاردة كتير خلييني أطلع لفصل أستقبل ديف العزيز والنجم طبعا حاتم ياسين بطل مصر وأفريقيا في البليارد وسنوكر نعمل سنوكر ونشوف يعني الراجل ده وصل كده إزاي وكمان نحاول ندعمه إن شاء الله ونحاول نجيب حد من ظهرت الشباب والرياضة إنه الفترة اللي جاية يكون فيه دعم لهذا النجم إن شاء الله لدور المحترفين الفترة القادمة إن شاء الله بعد الفصل